صورة كصيرة رددها خمس مرات دون أن يقاطعك أحد والله سيصلك مبلغ كبير من المال ورزق وفير وأنت في منزلك صورة كصيرة رددها خمس مرات دون أن يقاطعك أحد وشاهد المعجزات التي ستحدث لك بعدها مباشرة رددها بخشوع وبنية خالصة وأنت لوحدك ويقين في الله عز وجل وراكب المعجزات التي ستحدث لك بعدها مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب سنتحدث اليوم عن صورة كصيرة صورة كصيرة لها كرامات ولها معجزات لو رددتها خمس مرات دون أن يقاطعك أحد راكب بعدها المعجزات التي ستحدث لك مباشرة سترى أرزاقا لن تتوقعها أبدا تأتيك وأنت في منزلك بإذن الرحمن سيصلك مال وفير وكثير ويأتيك من حيث لا تحتسب وكل حوائجك الصعبة ستتيسر بإذن الله وتتيسر لك كل أمورك المستعصية وكل ذلك سيكون بالأسرار المكنونة في هذه الصورة العظيمة وبسر هذه الفائدة العظيمة المعجزة وتتحقق كل أمنياتك بإذن الله أحبتي في الله عطروا تعليقاتكم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بنية الفتح والفرج وتحقيق أي حاجة تشغل بالك وتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط الآن على زر اللايك وعلى بركة الله نبدأ في شرح تفاصيل الفائدة الصورة هي صورة الكافرون هتقرأ صورة الكافرون خمس مرات في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العصير قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العصير قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم تقرأها خمس مرات ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية وتقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصغة الإبراهيمية واحد وعشرين مرة ثم بعد ذلك تدعو بهذا الدعاء العظيم المعجزة وهو اللهم إني أسألك ببركة السورة الشريفة سورة الكافرون وأصرارها أن ترزقني رزقا واسعا يغير أحوالي ويكون سببا في سعادتي يا رب حقك لي ما أتمنى وفرج أمومي بقدرتك يا رب العالمين اللهم ارزقني من حيث لا أعلم ولا أحتسب اللهم اصطرني بسترك الجميل اللهم اغنني بك عن العالمين اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها وحقك لنا ما نتمنى يا الله اللهم سخر لنا الأرض وما عليها والسماء وما فيها ومن الحزوز أجملها ومن السعادة أكملها ومن الناس أخيرهم ومن الدعاء الكبول يا رب العالمين اللهم املأ روحي وقلبي رضا وسعادة اللهم لا تردنا خائبين وهاتنا أفضل ما يؤتي عبادك الصالحين اللهم يجامع الغيمة في السماء أجمع بيني وبين فرحي وسعادتي يا رب سخر لي الأرض وما عليها وافتح أبواب توفيقك في وجهي ويسر لي أمري واشرح صدري وقوي عزيمتي ومدة في بصري يا رب بشرى كهطل الغيث في أرض يهمى عليها فيحس كل ما فيها اللهم إنك العظيم الذي لا رد لفضله اللهم إنك العظيم الذي لا رد لفضله فلا تحرمنا من فضلك ورحمتك اللهم تياسير تعقبها بشرة وسعي عقبه وصول وأمرا فيك يبدل الحال الأفضل منه إنك على كل شيء قدير يا رب في القلب آمال معلقة أنت الكريم فحقك كل آمالي عوز بالله مما أخاف وأحضر الله ربي لا أشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بزنبي فاغفر لي وارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ارزقنا رزقا طيبا وعملا متكبلا اللهم أجرني من النار يا الله يا رحمن يا ودود يا رحم يا رحم الشيخ الكبير عقوب يا غافر ذنب داود ويا كاشف در أيوب يا منجي إبراهيم في نار النمرود يا من ليس له شريك ولا معه مقصود يا من لا يخلف عن الموعود يا من لا يخلف عن الموعود اللهم إني أسألك إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصدر عوراتي وأقبل عثراتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ولا تجعلني من الغافلين اللهم بك أحاول وبك أقاتل وبك أواصل اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود يا من يحمده كل محمود يا من يفزع إليه كل مجهود يا من يطلب عنده كل مقصود يا من سائله من فضله غير مردود يا من بابه لسؤاله غير مصود ولا محدود اللهم ارزقني خير الأيام القادمة واكتب لي نصيبا يسعد قلبي وحقك لي ما أتمنى وأرح بالي ويسر لي أمري اللهم يوم دبر السماوات والأرض دبر أموري كلها برحمتك يا رحمن يا رحيم وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصغة الإبراهيمية سلاسة مرات في الختام أسأل الله وأن يوفق كل مرة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في خير اشتركوا في القناة